مشكور على الكلمة على الندوة هذه والآن جاء دور مشاركة الحضارين في المداخلات والأسئلة فنبدأ بالمداخلات فأي شخص عند مداخلة ممكن يبدي رأيه شكرا للاستاذ فاضل على محاضرة القيمة ناكان بودي أن أسمع من المحاضر شغلة مهمة تتعلق بتجيير الخطاب الديني يعني تجييره سياسيا هذا الشيء أتصور هو الغرض يفترض الحد من الكراهية الحد من العنف الحد من أشياء كثيرة هو التجيير السياسي للدين وبالتالي يعني يفترض أن يكون الدين يعني شيء والسياسة شيء آخر هذا يتصور شيء مفقود في المحاضرة لبدأها الأقل فيا ريت أنه يعني يضيف شغلة من هذا النوع بحيث أنه يعني نتوصل إلى نتيجة بأن الدين يفترض أن يكون خاص بأمور تتعلق بالخطاب الديني الخاص للناس فقط وليس الدمج بالسياسة بحيث أن يصبح الخطاب الديني هو سياسي وهذه هي المشكلة يعني الآن ما نواجهه في مجتمعاتنا العربية هو أن نتحول الدين إلى سياسة شكرا أنا في عندي سؤال يعني هل من الممكن تجديد الخطاب الديني في ظل قياب أي مشروع حضاري لدول نحن العربية هل ممكن يمعزل عن هذا المشروع يعني لدول العربية لأي مشروع حضاري أو تنموي هل من الممكن تجديد الخطاب الديني يعني كشي منعزل عن تطور هاي البلدان اللي هي قاعدة أصلا تتردى وتتخلف هي البلدان العربية فكيف إحنا ممكن ننجدد في خطاب ديني هو ضمن إطار من التخلف ومن التدهور الحضاري أصلا هذا فسأ والأخ فاضل شكر إلى الأستاذ فاضل حبيب الباحث في هذا الشأن وشكر إلى مدير الندوة يعني أنا تساءل هل الآن المفكرين بتحديد رجال الدين يعني هل هؤلاء يشبهون ما كانوا أو ما قرأنا عنهم مثل عبد الرحمن الكواكبي جمال الدين الأفغاني محمد عبده يعني كانوا هذين مجددين هل يوجد الآن مجددين يعني ما يعني يمكن شريعته ليه بعد بعض الكتابات المختلفة عن عديد من يعني رجالات الدين في عهده أو في زمنه وفي آخرين بعد حاولوا يعني يكتبون في هذا الجانب التجديد ولكن نلاحظ أنه فيه تراجعات والدليل على ذلك أنا حين لما بجي للحاضر ما بروح للماضي ما بتكلم عن القرن التاسع عشر يعني ماذا فعل محمد عبده والكواكبي يومي بتكلم عن الآن الأزهر الأزهر تراجع يعني لم يعد الأزهر يعني مثل ما قالنا مو بس الأزهر حتى نجاف وقم اي نفس الشيء يعني أنا أتكلم لا أكيد أكيد نفس الشيء كلهم يعني معظمهم إذا مو بعد كلهم أنا أعتقد أنهم ها يعني ليش كان يطرحون أن الأزهر خطابه معتدل وسطي كان دائما هذه الكلمات تردد عن الأزهر أنه يعني يمتلك خطاب ديني معتدل وسطي كيف يمتلك خطاب ديني وسطي والمجتمع المصري تغير إلى أصبح مجتمع كله متدين يعني لم يعد المجتمع المصري مثل ما كان في الخمسينات وفي الستينات يعني ما أبرحوا كثير مثل ما قلت الخمسينات والستينات السبعينات يعني من نهاية الثمانيات وانت طالع تحول هذا المجتمع اللي عنده نوع الانفتاح والتغيير إلى مجتمع ولو كانت الروح يعني الشعب المصري تختلف عن ممكن الشعوب الأخرى ولكن الخطاب الديني ساعد وكثير من قادة المنظمات المضطرفة مصريين هذا جانب أنا أعتقد إذا أردنا التجديد الخطاب الديني علينا التغيير في المناهج التعليم نبدأ من المدارس لا يمكن نبدأ من فوق الجامعات وكذا من المدارس لأن الخطاب الديني في بعض الدول العربية يدعو للكراهية ويدعو للعنف وإلغاء الآخر وهذا موجود في العديد من المناهج بما فيها في دول في المنطقة وإحنا هذا هو الخطورة الخطورة إن شاءون جيل يتربى على خطاب الكراهية وليس على خطاب التسامح والتعايش وروح المحبة للآخر فإحنا إذا أردنا تغيير هذا الخطاب لابد أن نبدأ بتغيير المناهج التعليمية شكرا حميد خنجي حميد خنجي ما أنا أدري بروحة شكرا شكرا المتن الموضوع طريقة طرحة اسمعني يعني أخواضل ومنهجية طرحة هو في شيء من الإرادوية وفي شيء من الجانب الذاتي أي من خارج المنظومة أو حركة المجتمع الموضوعية على الأرض يعني يعني مثلا حتى حتى المداخلات أيضا يعني وكأن من الخارج إحنا إرادوية نبي إحنا أعداء التقدم يقومون يغيرون للمناهج ما يصير مثل ما قال سؤال فيصل كان في محلة هو السؤال الوحيد اللي يمكن استطاع أن يدرك إلى حد ما إن خارج المنظومة غير هذه المنظومة اللي عندنا يعني socio-economical culture structure اللي عندنا إحنا في المنطقة العربية وخاصة في المنطقة المحافظة الذكورية اللي هي حتى الآن لم ندخل الرأسمالية كمنظومة حقيقة والبرجوازية لم تستلم السلطة بدون معرفتني لهذا التكوين البنية لا يمكن معرفة مسألة تجديد الخطاب الديني من الخارج يعني اللي مطروح تجديد من الخارج إرادة فضلة وسووا وغيرت من اللي يغير هناك شريحة من رأس طبقة مسيطرة مهيمنة غير رأسمالية وغير برجوازية عمليا تنظيمات الفكرية وحتى الحياتية ما قبل الرأسمالية وما قبل البرجوازية هؤلاء ليس لهم مصلحة في أي تقدم للمنطقة وبالتالي استجدادهم هو عملية إرادوية مو عملية موضوهية مثلا كل بس علشان مقارنة يعني كل الخطاب كل الأديان بما فيه يعني الأديان الآن صارت في الغرب ليش الدين اليهودي والمسيحي تطور أكثر من الإسلام لأن المجتمع تطور دخل المجتمع الرأسمالي والبرجوازية الحرة سيطرت إحنا عندنا إشكالية كبيرة مركبة الآن البرجوازية الحرة لا يمكن أن تسيطر بهذه البساطة إلا إذا عندنا مثل من المقال الأخ مشروع معين أفضل من المطروح الآن وبالتالي تجديد الخطاب الديني ما يصبح إلا البنية تتغير أول هذه ملخص على الحديث شكرا أحمد منصور شكرا للمحاضر وشكرا لمدير الندوة الحقيقة إحنا يعني كأمة يعني صراحة نعاني نعاني معاناة كبيرة من الخطاب الديني خطاب الديني الآن هذا الخطاب المتخلف يعني يدعو إلى الشمعزاز والسأم صراحة يعني ترى أن الخطاب الديني الشائع هو يعني بشكل عام تقييد تقييد حرية الفكر وحرية الراي وحرية حتى التصرف اليوم أو قبل فترة بس تداول فيديو يقول لك هذا الرجل من رجال الدين يقول الجلوس في الطرقات لا يعني غير مشروع وغير داك وفند وسوى يعني أنت الحين تدخل في كل شؤون العالم يعني حتى بين الرجل وزوجته بكرة بيقولون لازم إحنا كرجال الدين نشوف هذا وش قاعد يصير يعني الصراحة الأمة هذه محتاجة إلى تغيير تغيير جدري ومثل ما قال حميد يعني وقال الأستاذ فاضل يعني يجب تغيير المناهج وأن يعني الأطفال الآن عندنا الأطفال وهم صغار ما يفهم أي شيء من الحياة إلا الدين يعني تجد يعني ذهنه من غلق بس على الدين وهذا رجل الدين ماذا يعمل ماذا يقول ماذا أفتى وهذه شكرا شكرا الأخ عبد عليه أنا زيادة بس على كلام الأخ فيصل والأخ حميد يعني عندي شوية يعني يعني نطرح مشكلة عويصة أعتقد الحال يبغي يعني حال شوية جريء وصريح يعني يعني نطرح عن نص المشكلة ألا وهو الخطاب الديني يعني رجل الدين ما يتكلم إلا إذا رجل السياسة سمح له بذلك يعني عبر التاريخ خلال تاريخ الإسلامي تاريخ المسيحي تاريخ اليهودي يعني هي مسألة يعني إذا إحنا قدرنا نفصل رجل السياسة عن رجل الدين هنا يكون الدين بخير ورجل السياسة وأمور الناس تكون بخير نحن 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 نرى أن هذا شخصيا مقتنع أن رجل السياسة يعني أو بالأحرى رجل القصر هو الذي خلق رجل الجامع أو رجل الدين عبر التاريخ كامل في مرحلة يقول مثلا يقول هكذا يقول هكذا في مرحلة يقول لا تقول هكذا ما يقول هكذا والشواهد كثيرة لا أمس يعني فهل نحن عندنا الجرأة نحن ضمن التوصيات أو ضمن الحلول أن نطلب أن رجل السياسة رجل السياسة ليس في جمعية سياسية أو في حزب سياسي رجل السياسة من يحكم سواء في أي قطر خاصة نحن في المجتمعات الشرقية يعني رجل السياسة ما يبغي هد رجل الدين لأن رجل الدين يوفر له الشرعية ورجل الدين لما يحصل رجل سياسة بهذه النوعية فهو يشتغل حق روحه المستفيدين منهم رجل الدين الذي هو رجل الجامع و رجل القصر إذا قدرنا نطلب في أدبيات ومتوصيات أن فصل الخطاب الديني عن السياسي والسياسي عن الديني أو فصلهم كإنسانات عن بعض في أوروبا رجالات إنسية الدين في حالهم رجالات السياسة في حالهم الدين على ما يرام والسياسة على ما يرام مشكلة في المجتمعات الشرقية رجل السياسة لا يترك رجل الدين لأن يوفر له غطاء شرعي ويمده أن هو ظل الله في الأرض شكرا دكتور شبر شكرا كتبي وكتبتي فوقع تحت يدي كتاب الدين والتراث لهذه العلوي كتاب قديم لم أتمكن من قراءته عادة قراءته ولكن الصفحة الأولى التي قرأتها أنا أو صفحتين ثلاث قرأتها يعالج موضوع الخطاب الديني من ناحية تاريخية كيف كان مكانة هذا الخطاب أساساً عندهم في العراق ويستذكر في أحد في كتاباته بأن الخالصي كان يعتبر يدعو للتحالف مع الاستعمار ويداد طلب الأمور مع الأمريكان ومع أي جهة لأنهم أهل كتاب ومحاربة الشيوعيين الحاديين لأنهم ليسوا أهل كتاب هذا الخطاب تجهير منطق الدين وفلسفة الدين وموقف الدين لقضايا هو شخصية وقضايا مصالح أساساً فئوية و أنا أعتبرها طبعاً فئوية ليش؟ لأنه يعبر عن تيار معين في ذاك الوقت في الخمسينات طبعاً هذا لصالح على ما أعتقد حزب الدعوة في ذاك الفترة وبالتالي إحنا لابد أن نتبين أن الخطاب الديني ممكن يكون خطاب إصلاحي خطاب تنويري ممكن استثماره استثماره حتى وإن يستثمر في السياسة فيستثمر في سبيل أن تغيير واقع رؤية المجتمع للأصلح وليس للأسوأ هذا الموضوع أنا في يوم الأيام استثمرت هذا الخطاب الديني في الجانب البيئي وأتذكر كنا نظمنا في دولة الإمارات يوم جمعة كل المساجد كانت تنالي باسم البيئة وترك أثر كبير على مفاهيم المجتمع إحنا هنا إذن جندنا الخطاب الديني لمصلحة لأجندتنا إحنا اللي نريدها وهو نشر الوعي البيئي طبعا أنا أيضا في أحد مقالاتي كتبت مقال عن أيضا الخطاب الديني في بناء السلوك البيئي وبالتالي نحن ممكن أن نحور الخطاب الديني حيث ما نرى نحوره للإجاب والسلب في يوم الأيام كان عندنا في قريتنا يستغل للخطاب الديني ولكن للسلب وأعتقد قبل فترة خرج كتاب أيضا وهذا الكتاب يعبر عن الخطاب الديني فبدل ما يحور الكتاب هذا ومنهجية الكتاب وتوجهات للحمة الاجتماعية بدأ يثير قضايا الفرقة الاجتماعية الفتنة الاجتماعية وبالتالي نحن بحاجة لتعديل عقول من هما يتوجهون في استثمار الخطاب الديني شكرا شكرا بسم الله الرحمن الرحيم شكرا أستاذ فاضل شكرا لجميع المشاركات صراحة مشاركات عالة وأشاس مفيدة بس كان عندي عدة نقاط أول شيء أحس أن فيه عموميات يعني تعميم معادة استاذ شبر أو دكتور شبر النقطة التي طرحها كان فيها شوي تفصيل للموضوع بس أحس تعميم على الخطاب الديني الخطاب الديني مشكلتنا إحنا مو في رجال الدين رجال الدين فيهم الغث والسمين هذا الشيء موجود في رجال الهندسة في رجال السياسة في كل مكان رجال الدين هم ضمن البشر يعني لا هم منزلين من السماء عشان يكونون معصومين ولا هم يعني أنبياء كلهم فيهم الزين وفيهم الشيء مثل أي تخصص آخر مثل ما المهندس يدخل في السياسة مثل ما الطبيب يتكلم في السياسة أعتقد من حق رجال الدين أيضا يتكلم في السياسة لكن المشكلة اللي عندنا مشكلة مجتمع قاعد يقدس إياه إذا أي واحد لبس لعمامة أو البشت قمنا نبوس يده ونبوس جبهتها هنا المشكلة فينا نحن لازم نوعي أطفال من وهم صغر في مدارسنا نعلم النش أن يعرفون الفرق بين الصح والغلط هنا نقدر أي واحد رجل دين غير مناسب خطاب غلط ممكن نقف ونقول stop مكانك تقدر أي تقدر تقدر هل مشكلة مشكلتنا يعني عدنا وأن المشكلة مشكلتنا إذا نخاف من هذه ثياط مشكلتنا ليس مشكلة أنه يتجبغ نحن نخايفين من نحن هذا هذا النقطة شكرا جزيلا لا أخفى لا فلاح فلاح شكرا 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 فلاح اسمك طاع حسين طاع حسين اسم طاع حسين طاع حسين نحن للمحاضر وقدم النجوة وشكرا أيضا موصول إلى الغفاق في الملتقى أخفى من المنظم المنظم يعني أعتقد ما تناول في المجاة في ورقة المنتدي وضع المعايير اللي بالأحرم مثل ما استقاها من مرجع رسمي وهو وزارة الحل أعتقد نحن بعد محتاجين كما أشار هو مرجع من المراجعة مرجع من المراجعة كما أشار كثيرا المتحدثين إلى يعني من يتصدق إلى تجديد هذا المشطر أيضا نحن بعد أعتقد هناك سؤال يعني محتاجين أنا حقيقة مع استعراضك هذه المعايير يعني شيء جيد لكن مدى قربها من الواقع خاصة في هذه الأيام وفي الخطرة الماضية ومدى مسؤولية هذه الوزارة عن تطبيق هذا أعتقد نحن محتاجين أن نراجع بالفعل الخطاب المنتشر بالذات في هذه الفترة الفيديوات التي تتوزع سواء كانت خطب جمعة أو خطب أي في فترة أو أخرى وخاصة الخطاب الكراهية والخطاب الذي يدعي للقائفية بما فيها الخطاب الخطاب ما يسمى بالجهاد وغيره مدى مسؤولية هذه الجهاد الرسمية حفيقة عن متابعة ما يحدث في البلد ليس فقط لهذا ما يبث حتى في أجهزة رسمية من إذاعة وتلفزيون وصحابه الخطاب كراهية مقزز لهذا أعتقد أن بعد أيضا نقول هذه كلمة بالنسبة لي عندي مداخلة أنا أعتقد أن لا مشكلتنا فقط عملية أصلاح الخطاب الديني لذلك نحن لو أصلحنا وهو كرس ثقافة تجربة الدين الإسلامي قبل ألف واربعمة سنة ويحاول يكرسها كثقافة سائدة في المجتمع هذا معناه يكرس عملية التأخر أن نحن نعيش في حالة متخلفة ذهنية متخلفة الناس تنظر لها التطور التكنولوجي والعالم والمتغيرات السريعة ونحن نتناقش ونتحاور ونردد الفكر الماضوي قبل ألف واربعمة سنة كيف نخرج من هذه المأساق؟ هذا السؤال العالم كل العالم حتى الدول الإسلامية ماليزيا مثلا دول كثيرة طلعت من هذه القوقعة هذه ليل ونهار علماهم ومثقفهم حتى المثقفين في العالم العراق على اساس أن ينشي بضاعته يجب أن يجار الدينيين الحكام لكي تنشي بضاعتهم يجب أن يجار الدينيين سلمنا أمورنا للرجال الدينيين وصارت الثقافة السائدة في المجتمع ثقافة دينية رجعية تتحدث عن تجربة الماضي وتحاول تفرض سلوك هذا الماضي على الناس يعيشونها والذين لا يعيشه متمرد ومخالف ويمكن طبعاً اقصائه والتشهير به ما هو المخرج؟ هذه المشكلة أعتقد عويصة على المثقفين وعلى رجال التربية والأدباء والمفكرين هذه المحنة أن يكون جريئين ويطرحون هذا الموضوع ضد رجال الديني يواجهونهم وأيضاً يتعرضون للمواجهة الحكام حتى لو هو عاقل مثلاً لا ما عليه لا هو يريد أن يطور لكن هذا الشخص مفكر يطور هل كل هذه المفكرين مثله؟ كلهم يتكلمون عن ماضي الإسلام السابق ويتحاورون في المفكرين الذين عاشوا دعونا نناقش مجتمعنا اليوم الحاضر ثورة التكنولوجيا العالمية المدمرة لها أخلاقيات ولها ثقافة يجب أن نعيشها ربطنا بالماضي ورفض خروجنا منه هذه أساس لتخلفنا شكراً 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 أولا أن نقود مسلمات أو خلاصات هذه الحلقة أعتقد أن أستفيد منها السؤال الفاضل حتى في بحثة في تقديم الدكتورة والتالي عندي سؤال من خلال ما ترح من الأسئلة ربما يرتبط واللي قال لأخ منصور واللي قال الحميد يعني ليش التركيز في تصورات على تطوير الخطاب الديني ليش ما نتكلم بأكثر وضوح يعني الآن في لغة في المجال الثقافي والفكري وكذا تطرح أن تطوير الفكر الديني وليس الخطاب الديني هناك فرق بين الخطاب الديني والفكر الديني لأن كثير من المثقفين حاولون يتحاشون هذه المسألة لأن تدخلهم في مسألة التكفير وبالتالي أنا أعتقد إذا نحن أمام بحث يفترض أن الأستاذ فاضل رح يتعب عليها وطريقها أكبر يفترض أن ندخل إلى الأعماق أكثر حتى أكثر مما طرحها علي شريعة في فترة من الفتاة يعني أنا أشوف من باب الرصانة لا نطرح فقط في التوصيات مثلا أن جوهر الإسلام هو التسامح هناك آراءة في الإسلام اليوم الداعش يطرحون رأيهم ونحن نشوفهم متسامح يستندون على فكر ديني في ناس غير داعش على فكرة الكفتين يطرحون فكر ويقولون هذي مثل الإسلام علينا بمواحكة هذه الرؤية إذا أردنا أن نتكلم صراحة هل هو يعني الإسلام هو جوهر التسامح بالكامل كما نطرح في العموميات أم كما تطرحه داعش والمتطرفة نقطة أخرى يعني أنا أعتقد من المفيد للبحث هذا أن يعني يقارن بما جرى في ما قبل عصر التنوير وما بعد عصر التنوير الأفكاري طرحت في ربا بجهة الكنيسة ومارسات الكنيسة أنا أعتقد أننا نعيش واقع ممكن فيه تشابه كثير بما قبل عصر التنوير الأفكاري طرحة مارت بنوثر كينغ في الإصلاح الديني كانت أكثر عمق وأكثر تجذر في المسيحية نفسها اليهودية بالتالي أنا أعتقد من هذا الباب على أساس يكون البحث فيه أكثر إثراء وأكثر وضوح حول الهدف شكرا شكرا للمحاضر شكرا للمسيحية شكرا للمسيحية مئة واربعين ظهر حضرة الباب في الشراس وآمن بأربعمائة من علماء الشيخية كانوا فوقها قالوا هذا هو حققوا وروا الحقيقة الدين وليس روا الدين وحضرت بهاو الله أتى لوحدة الشعوب وأتى إلى صف القلوب وما أتى حضرت محمد وغير وغيره كل ذلك متسلل لكن التغيير لازم يجي من شنو من المتغير وليس أن يجي شخص يقول بعدين الديان البهاية ما فيه عالم ما فيه فرد يحكم المجموعة بيحكم الشورى بينتقب كل سنة مرة واحدة بيتغير كل سنة الرئيس والنائب الرئيس والمحفل ولكن هذين لا يحكمون على ثوابة الدين تعال انت سوشي سوشي لا الكتاب موجود انظر موجود عندك عقل عندك فهم مش على هذي الفور بفور إذا وصل العالم إذا وصل الدين لهذه المرحلة الدين ما فيه أي مشاكل عندنا ولا عندنا ضرب ولا عندنا مشاكل ولا يصير رائي واحد رائي ويضرب الكل نحتاج إلى ثوابت اللي يكون يقومون الشعوب بفكرهم بالذهنهم بالقلبهم يفهمون ما هو حقائق وليس أن نأمر الديانة الوحيدة في الإيران لماذا يقومون رأسهم لأن لا عندنا عالم دين ثلاثة أرباع الإيرانيين مريدين لهذا لهذا المبادئ وليس بالدين مبادئ مبادئ روح العاص خلاص هذه كل المبادئ حيات المتحدة يمشي علي قاعد كل العالم تصاوي حقوق الرجال والنساء الصلح الأمومي وكل هذه الأشياء ثوابة العاص روح العاص لا يمكن أن تتغير إذا أنت تقول لا هذه كافر هذه نجس خلاص انتهينا من منظومة العالمية منظومة العالمية خلاص انتهينا يعني أنت لازم تتقوقع مثل ما تقوقع الدواعش الطالبان خلاص لازم نحارب ونجيب جيش نحارب خلاص هذه هو المشكلة في العالم السوداء وأنا أدعوكم في أكتوبر بمولود حضرت بها الله بمائتين سنة من تاريخه في أكتوبر إن شاء الله ويكون دعوة عامة ويتشوفون ما هو من هو حضرت بها الله اللي أتى بهذا التعاليم اللي حقيقة يحارب الجهل يحارب الفكر المتخلف ويأتي إلى عظمة الإسلام الحقيقي وليس الإسلام اللي احنا بها نشاهل حقيقي من هو حضرت بحمد رسول الله ارتقى إلى هذا من هو حضرت بها الله من هو وهذا هو الحق شكرا شكرا بعد خلاص بخمس بغيت شكرا بغيت شكرا شكرا في نهاية الندوة حقيقة أشكر الجميع على تحملهم ساعة صدرهم تقبل آراء شوية اللي كانت شوي ممكن لأول مرة ساعات يعني نطرحها ولكن الهدف في النهاية يعني أنا بأكد على نقطة مسلمان خلاني شوي أفكر موضوع الفكر الديني في النهاية لازم نمارس حقنا في النقد الثقافي يعني يكون نمسك تجديل خطاب الديني ضمن النقد الثقافي أنت قاعد تاخد خطاب وتحللها وتحاول تشوف الثغرات وتحسن وشكرا للجميع على الحضور شكرا ونحن نشكر الأخ فاضل حبيب على هذه الندوة ومشاركته الفعالة مع المشاركين في الأسئلة والمداخلات ونشكر حضوركم أيضا وألف سلام مع المشاركة شكرا لكم شكرا 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 شكرا